مرحبا أصدقائي متابعين أتمنى تكونون بخير وبصحة وعافية وصبتي اليوم هي فطيرة الدجاج هاي شكلها النهائي ورما زويتها هاي عندي نص دجاجة سلقتها ويا فلفل أسود وورق الغار وملاح وعافيتها تنسيلك زين هاي ورا ما نسلقت شلت الجلد واللحم قصيته ناعم المواد الثاني المطلوبة هي أفطار وطماطايا واحدة وبصلا هاي البصلا راح أقطعها على شكل أجنحة يعني نص دائرة بخليها بخليها بطاوة بشوية زيت تذبل مو تصير حمراء بس تذبل أبدا هاي 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 هذا الفطر مقطعته وراح اخليه فوق البصل وبسرعة يذوب بس اقلبهم شوية واسد اعطي النار عليهم وهي القلطة راح اخليها فوق النادجاج وبعدها اتبلها اخليها ملاح فلفل اسود وهي الطماطاة الوحدة اسوي بهم مثل زائد حسب السكين راح اخلي عليها ميحار اطلع من عدل قشر بعد انت البهارات اللي تحبوها تجدرون تخلوها الفلفل اسود وملاحه وهذا نوع من الريحان بازيلكم اسمه اشتريها نبتة وازقيها دائما وهي تبقى تطلع اوعق خليك مرقة ريحته مثل النعناء مثل الريحان بهيج عطر يعني العجينة هي طحين وزيت وخمرة وملح وحليب نيدو وشوي السكر على مود هاي الخميرة كيس الخميرة خليلها سكر وخليلها مي شوي حتى مي دافي حتى تدفع الخميرة هذي نان الطماطع باعوق يشرها بسرعة بسهولة يطلع واني راح اسوي فطرتين وهم وشو صار وثلاثة هاي قطعتها وهاي الخلطة جاهزة هاي الخمرة هنا تفعل دريت الطحين رشة ملاح خليت ثلاثة كوابة طحين وهاي خشوقة تأكل حليب نيدو وشوية معاقة أكل الزيت وعجن هالعجين بالمي الدافي ورا منعجنات أخلي لها زياد زبدة العفو هاي هنا باقي بالطاو شوي سمسم وعجن وعجنها بالزبدة وهاي شكلها ورا معجنتها أخليها تختمر أغطيها بخار لمطبخ وعوفة تختمر وهاي شكلها ورا مختمرات وهاي الحشوة وهاي طماطا سويتها قطعتين بس بعدين راح الحواف تبقى السمسم هاي فتحتها بالشيابك وراح أخلي معون عندي هذا معون كبير أسوي دائرة الفطيرة أسويها على على شكل دائرة من هاي الحواف البقات صارت فطيرة لا يعني صار وثلاث كل كوب صار فطيرة هاي دائرة راح أخلي الحشوات الدجاج بالمنتصف أخلي كمية وفيرة يقدرون صدر دجاج أو نحن مثر وخلي طماط كم قطعة وهس أروشها بالجبن المبروش هذا الجبن عندي بالمجمدة هاسو طريقة اللف نفنيها شوان نسوي كبسات نفنيها يجي نكبسها مثل ما تشوفون وتبقى من المنتصف مفتوحة هاي كبسات ثانية ونطوية هي كل الطرية العجينة شوان الكبسة البلقماش هاي صارت هي جدائرة نخليها بصينية الفرن وندهنها بالبيض بصفار البيض صفار بيضة وحليب دهنة الأطراف وراح روش عليها تردون ترشون سمسم تردون حبة بركة حبة سودة هاي صار وثلاثة من ثلاث أكواب هاي يكونها خليت البيض صفار البيض وراح هاروش عليها عبث البركة هاي الحبة السودة وندخلها على الفرن على أنا دائما أخلي يعني يشوف طاير أخليها على الفرن أخليها على الجو بس هي من تستوي من الجو يقوم يصعد الاستواء للفوق هاي ورا ما خليتها بالفرن وأخذت ثلاثة أربعة استواء خليت لها البيضة وعنا البيضة طلعت ما انتبهت عليها فوقعت من الفطيرة لازم تنتبهون عليها هاي ورا ما طلعت وصارت استوات رشيت عليها كرافوس هاي شكلها النهائي فطيرة طيبة وشكلها حلو يتقدم كل شيخ خاص يتقدم لوحدها وتتقطع و يعني تعتبر عشا تعتبر غدا تعتبر يعني وجبة رئيسية ويا صلاطة ونقدر نعتبرها يعني بالسحور تناكل ويا تشاي وهذه كانت وصفتنا ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها وتاكلوها بالصحة والعافية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر